اشتركوا في القناة الالبان الوحدة التانية كانت هي عبارة عن تكنولوجيا الجبن او الجبن جميع انواع الجبن ودرسناها وخدنا الخطوات بتاعتها وخطوات اللي هي الصناعة بدأنا ايضا في الترمي الاول في نهاية الترمي الاول بدأنا في المنتجات الدهنية بنستكمل مع حضراتكم باقي المنتجات الدهنية الحالة اللي فاتت بدأت اعمل تقسيمة للمنتجات الدهنية حتى استخدمت الورقة والقلم كده كتابة طبعا دي مش موجودة اصلا في الكتاب لكن حبيت افسر لحضراتكم ازاي المنتجات الدهنية بتتدرج او تدرج المنتجات الدهنية اذكر بحضراتكم بيها بيبدأ من المنتج الدهني اصلا سواء كان قشطة او زبد او سمن بيتخذ من مين او الاساس في صناعته عبارة عن مين عبارة عن اللبن سواء كان لبن جاموسي او لبن بقري خلي بالك طب لو انا خدت اللبن ده وعملت له عملية ترقيد خلي بالك هاخد منه منتج اساسي عبارة عن قشطة مين اللي هيطلع مع القشطة اثناء عملية الترقيد يسمى لبن رايب او لبن رقد لبن الرايب او لبن الرقد كمسمى يستخدم في صناعة الجبن القريش طب لو انا خدت اللبن وما عملت لهش عملية ترقيد لا ده انا فصلت القشطة عن طريق استخدام الجاذبية الارضية كانت الاولانية عن طريق الطرد المركزي باستخدام جهاز الفراز ايه المنتجات اللي انا هاحصل عليها المنتج الاساسي هو عبارة عن قشطة والمنتج السانوي عبارة عن لبن فرز عبارة عن لبن ايه فرز اذا انا هايطلع عندي منتج اساسي ومنتج ايه سانوي سواء باستخدام الترقيد او باستخدام الطرد المركزي او القوة التاريدة المركزية ركز في حاجة ان المنتجات الدهنية بدأت بالقشطة اللي احنا اخدناه لحاسة اللي فاتت كان عبارة عن تعريف القشطة الاساس في صناعة القشطة طرق الحصول على القشطة وكننا وافين عن العوامل التي تؤثر على نسبة الده سواء في القشطة الناتجة من الترقيد او ناتجة من التردين المركزي حلقتنا النهاردة حنستكمل باقي اول منتج دهني وهو عبارة عن القشطة طب نعرف القشطة تاني كده هي عبارة عن ايه ركز معايا اسمعني وركز انا هسترجعها بسرعة تاني القشطة هي عبارة عن ايه جزء من مين من اللبن يا طرق انت بوكهة نظرك مرتفع ولا منخفض في نسبة الده لا ده مرتفع في نسبة الده ليه مرتفع لانه كلما انتقلت في عملية التصنيع من منتج دهني الى اخر بترتفع معايا نسبة الده بدليل نسبة الدهن ولنفترض انها كانت في اللبن الجموسي 6% لتسعة في المية جيت اقدر نسبة دهني في اللبن لتسعة في المية او ستة في المية لما تقدر نسبة الدهن في القشطة هتصل الى 25 ل 20 ل 35 في المية اذا الدهن ارتفع ايه معايا لان انا بتكلم عن المنتجات الايه الدهنية طب لما احول القشطة الى زبدة الدهن هيرتفع ولا هينخفض هيرتفع وقد يصل الى 80 في المية كما في زبدة ده ده زي ما هناخد ان شاء الله طب لما احول الزبدة عن طريق درجات الحرارة او التسيح هتوصل نسبة الده الى 99 و 5 من 10 في المية اذا كلما انتقل او تم الانتقال من اه منتج دهني الى اخر يعني من قشطة الزبدة ترفع نسبة الدهن من زبدة لسمنة ترفع نسبة الدهن كل منتج دهني اساسي بيكون معاه منتج سانوي منتج ايه سانوي ايه بي عرفنا القشطة وانه هي عبارة عن زي لك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن والمنخفض في نسبة المواد اللادهنية والمتحصل عليه بالترقيد او الطرد المركزي الترقيد الجذابية الارضية الطرد المركزي اللي هو عبارة عن الفرازة المنتج السانوي اللي بيتم الحصول عليه خلي بالك هو عبارة عن لبن رايب خلي بالك لو اللبن الرقد يعني او لبن فرز اللبن الفرز هاعمله تجبن هاصنعه جبن قريش بالمناسبة عايز اذكر حضراتكم بتعريف التجبن تعريف التجبن هو عبارة عن ايه رغم انهو مش موجود في الكتاب بس انا هذكركم به رغم انهو في الجبن بس مصمم ان انا اذكركم بتعريف التجبن هو تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتماسكة او الهلامية تب حد يذكرنا كده بجزئية احنا اخدناها هي عبارة عن عملية الدنطرة يعني حدث عملية دنطرة لجميع المكونات بعد ما كان اللبن سائل باجا شكل الجل باجا متماسك باجت خسرة اصبحت خسرة الخسرة اعمل لها عملية تعبئة داخل العبوات سواء كانت برويس خشبية او قوالب معدنية مصنعة من الاستلس عشان اطرد الشرش يبقى بذكر حضراتكم تاني بتعريف التجبن وركز فكرة كويس التجبن وعبارة عن تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتماسكة او هلامية او الهلامية حيث ان اللبن حدث له عملية دنطرة ايه هو تعريف الدنطرة تغير في طبيعة البروتين يعني تاني بصيغة تانية دنطرة هي تجمع جميع مكونات اللبن او البروتين له القدرة على التجمع مع كل المكونات مع دم مكون واحد هو عبارة عن مين صح كلامك مزبوط اللي هو المية اللي هي الشرش حبيت بس اذكركم بتعريف التجبن واكد عليه شوية لسه هناخدوا طبعا تاني مراجعات تانية بمجموعة من التعريفات ان شاء الله نكمل طب نرجع لحلقتنا تاني ونكمل مع بع يبا حنا عرفنا القشطة طب الاساس في صناعة القشطة خلي بالك يرجع لايه الخفيف والتقيل يعني الكسافة يبا سريعا برضو الاساس في صناعة القشطة يرجع الى اختلاف الكسافة بين اتنين من المكونات المكون الاساسي الدهن اللي مجموعه يساوي قشطة والمكون السانوي اللي هو عبارة عن باقي المكونات مجموعها يساوي لبن فرز او كلامك صح لبن رايب على حسب طريقة الحصول ايه عليها كلو خفيفين كده اذا الاساس في صناعة القشطة يرجع الى اختلاف الكسافة بين الدهن وباقي مكونات اللبن حيث ان الدهن اخف مكونات اللبن وبالتالي يسهل فصل الدهن عن باقي المكونات ركز معايا مجموع الدهن يساوي قشطة مجموع باقي المكونات يساوي او يسمى لبن فرز او يسمى لبن رايب يبقى نعندي منتج اساسي ومنتج ايه سانوي من خلال التعريف نطلع طرق الحصول على القشطة ذكرناهم كم طريقة اتنين طريقة الترقيد وتسمى بطريقة الجاذبية لايه الارضية وطريقة الطرد المركزي او القوة الطاردة المركزية ليعبار عن جهاز الفراز وساعة ما تيجي اسم الفراز او ايه جهاز الفراز اذكر حضراتكم اقولك لازم تركز في الفراز او جهاز الفراز ده بنسبة 100% ليه عليه لوحده خمس مهارات في امتحان العمل خمس مهارات في امتحان العمل تب يشمل ايه او المهارات ده هتجيلك في ايه فرز اللبن مهارة تركيب الفراز مهارة فك الفراز مهارة تركيب المخروط مهارة فك المخروط مهارة طبعا انا بتكلم بقول مخروط وفراز انتو طبعا عارفين واخدتم الكلام ده وكان قدامكم الجهاز كله وتفك وتربط وعرفتم الاجزاء وتعرفتم على الاجزاء ده جز جز وعرفتم اهمية كل جز زي ما هنتحدث عليها حاليا دوكت ان شاء الله اذا من طرق الحصول على القشطة اما الترقيد لو بالجاذبية الارضية او الطرد المركزي طب نشوف كده مع بعض احنا واخدين ايه او كاتبين ايه اولا فصل قشطة اللبن كامل الدسم بفعل الجاذبية الارضية اسمها الترقيد هنا قوة الجاذبية الارضية خلي بالك تؤثر على المواد وتجذبها الى مركز الارض بمقدار يتنسب طرديا مع كسافة تلك المواد لذلك اذا ترك اللبن في وعاء لفترة زمنية خلي بالك فان قوة الجاذبية الارضية ستؤثر على كل من الدهن هذا اللبن ومصله ايضا لجومة الدهنية وماءه مقارنة او بصورة مختلفة عن باقي المكونات حيث يتجمع الدهن في صورة طبقة سميكة على السطح وباقي المكونات هتطلع لوحدها اللي هي عبارة عن اللبن الايه الراي عندي الطريقة التانية من طرقة الحصول على القشطة هي عبارة عن طريقة الفراز او القوة الطاردة المركزية ايه هي العوامل التي تؤثر على نسبة الدهن بالنسبة للقشطة الناتجة من عملية الترقيد او سمك القشطة الناتجة من الترقيد خلي بالك رقم واحد درجة الحرارة اللبن عند ترقيده طب قبل ما نتكلم ياولاد خلي بالك في العوامل التي تؤثر على نسبة الدهن في القشطة النتيجة من عملية الترقيد في حاجة اسمها سمك طبقة القشطة يعني القشطة الساميكة كميتها كبيرة على ايناية الترقيد على وجه ايناية الترقيد ولا كمية ولا جلة خلي بالك طب اسأل حضراتكم سؤال دايما بناقض القشطة في الصيف ولا في الشتة بتكون متوفرة بصورة عالية او بكمية اعلى وطعمها جميل جدا في الصيف ولا في الشتة ها كلامك مزبوط صح في الشتة ليه في الشتة مش معنى الشتة بالذات لان الشتة دايما بيكون فيه موسم العلاق الخضراء اللي هو البرسيل ايزا الحيوانات تتغذى على العلاق الايه الخضراء وبالتالي حتزيد كمية اللبن وبالتالي يزيد حجم حبيبات الدهن وبالتالي تزيد نسبة الدهن وبالتالي اسناء الترقيد او الطرد المركزي يتم الحصول على القشطة طب تعال نشوف كده ايه العوامل التي تؤثر على سمك طبقة القشطة او نسبة الدهن داخل القشطة النتيجة من الترقيد واحد درجة حرارة اللبن عند ترقيده طب معنى كده ان فيه درجة حرارة مسلأ لاجراء عملية ترقيد نعم بس خلي بالك ان درجات الحرارة بتختلف على حسب نوع الحيوان يعني درجة حرارة ترقيد اللبن الجاموسي خلاف الابقار الاجنبية خلاف الابقار المصرية ولكنها تتراوح في رنج محدد سابت يعني يقولك من خمسة لحد خمسة وعشرين يبقى انسب درجة حرارة لترقيد جميع انواع الالبن من خمسة لكياب لخمسة وعشرين قد تصل الى اتنين وعشرين يقولك اتنين وعشرين وقد ترتفع الى خمسة وعشرين يبقى نجمل او نعمل عملية شمول لدرجات الحرارة كلها درجة الحرارة المناسبة لاجراء عملية الترقيد من كام لكام من خمسة الى خمسة وعشرين درجة مئوي كل ما كانت درجة الحرارة تتراوح بين هذه الدرجات كلما زادت واللي قالت نسبة الدهن داخل القشطة لما تبقى درجة حرارة موس درجة حرارة المطلوبة منافزة موجودة اذا النسبة تدونها هتعلق ولا هتعلق لا هتعلق طب ايه اللي هيحدث ماذا يحدث عند انقفاض درجة الحرارة عن خمسة درجة مئوي تبقى العكس ماذا يحدث عند ارتفاع درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوي او عن خمسة وعشرين ركز في الجزئية دي مش موجودة في الكتاب وبرضو مطلوبة منا وسهلة وبسيطة خالص باول عامل بيؤثر على نسبة الدهن في القشطة النتيجة من عملية الترقيد درجة الحرارة ودرجة الحرارة تختلف ما بين الابقار والجاموس او الابقار الاجنبي والجاموس والابقار المصرية ولكن عامة بصورة عامة تتراوح درجة الحرارة من خمسة الى خمسة وعشرين او اتنين وعشرين درجة ايه مئوية وعند الانخفاض عن خمسة درجة مئوية ماذا يحدث ناخد الجزئ الاولنية عند انخفاض درجة الحرارة عن خمسة درجة مئوية اثناء ترقيد اللبن ايه اللي بيحصل لزوجة اللبن بتزيد اذا حبيبة الده وهي طالعة من تحت لفوق على سطح اللبن هتبقى طالعة بصعوبة هتحتاج لمدة ايه طويلة عشان يتكون طبقة القشطة هتحتاج لمدة طويلة طب لو مدة الترقيد طالت هتكتسب القشطة الطعم المر ليه نتيجة لتحلل الده ليه برضو لطول مدة الترقيد مرة تانية خلي بالك عند انخفاض درجة حرارة اللبن اثناء ترقيده يؤدي الى انخفاضها عن كام عن خمسة يؤدي الى زيادة لزوجة اللبن وبالتالي صعوبة صعود كل حبيبات الده فتحتاج الى فترة طويلة لتكون طبقة القشطة وبالتالي تكتسب القشطة الطعم المر بسبب طول مدة الترقيد كل تام كده فهمني يبا درجة الحرارة لو انخفضت عن خمسة هيؤدي لزيادة اللزوجة يبا حبيبات الدهن على مطلع من تحت الفوق عشان تكون طبقة القشطة هتاخد مدة طويلة وحنا عندنا المدة المسموح بقى للترقيد هتاخد حالا من واحد لاتنين يوم خلي بالك او من اتنين لاربعة دي لها معاد ودي لهمعات هنشوف حالا يبا هتؤدي الى طول مدة الترقيد وبالتالي اكتساب القشطة الطعم المرر حد سألك قشطة مررة مع ان انا عندي جموسة نظيفة خالص واللبن نظيف واللبن كويس واللبن تمام يبا على طول انت طولت مدة الترقيد طب لو ارتفعت درجة الحرارة عن اتنين وعشرين او خمسة وعشرين درجة مقوي ماذا يحدث عند الترقيد قالنا انتوا فاكرين اه في السنة تانية لما كنا بنقول يراعى نقل اللبن في الصباح الباكر واخنا اخدناها برضو الحلقة اللي فاتت ليه عبارة عن ايه وانت عامل عملية ترقيد لللبن يراعى عدم تعرض اللبن اثناء ترقيده لاشعة الشمس ليه لانه لو تعرض اللبن لاشعة الشمس المباشرة هيرفع الحرارة والحرارة هترفع مين الحموضة اللبن يتجبن بسرعة قبل صعود كل حبيبات اللي ايه قدوا هنا اخر مرة عند ارتفاع الحرارة عن اتنين وعشرين لخمسة وعشرين خلي بالك هترتفع درجة حرارة اللبن وبالتالي ترتفع حموضته فيتجبن اللبن قبل صعود كل حبيبات الدهن اصبح عندك انت هنا فيه فاقد في الدهن ولا مفيش اه فيه فاقد ما هو اللبن الرايب هيمسك حبيبات الدهن فيين تحت مش خلالها ما خلاص هيتجبن بسرعة يمسك حبيبات الدهن قبل الصعود الى اعلى لتكون طبقة القشطة يبقى اول عامل عندي من العوامل المؤسرة على نسبة الدهن في القشطة النتيجة من عملية الترقيد هي درجة حرارة الترقيد ذكرت لحضراتكم ان درجة الحرارة بتختلف على حسب نوع اللبن او منتج من ايه يعني درجة حرارة اللبن اثناء ترقيده الناتج من الجاموس خلاف الابقار الاجنابية خلاف الابقار المسرية لكن عموما هي تتراوح درجة الحرارة ما بين خمسة الى اتنين وعشرين او خمسة لخمسة وعشرين درجة ما اوي ذكرنا ايضا الانخفاض بيعمل ايه والارتفاع ايضا بيعمل ايه طب نمص كده معانا على الشاشة ونشوف يا ترى دي كان اول ايه اول عامل اللي هو درجة حرارة اللبن وتكلمنا فيه بمنتهى الاستفادة وجلنا من خمسة او من اربعة مش مختلفة حاجة رقم اتنين مدة الترقيد يا ترى مدة الترقيد هي ايضا تؤثر على نسبة الضهر في القشطة النتيجة ايوة طبعا مدة الترقيد المسموح بها صيفا من واحد الى اتنين يوم وشتاء من اتنين الى اربع ايام ليه حد يفسر الحاتة دي مدة الترقيد في الصيف ترقى اللبن يوم او يومين ما يطلش عن كده عشان الحرة مالها مرتفعة وبالتالي الحمودة مالها هترتفع يبقى هيروب اللبن بسرعة ويه جب يبقى هتسيبوا ليه خلي بالك جال لحد وقال لي ده انا عايز اكل قشطة في الصيف عاد يوكله ايه المانع يعني ما انا عارف ان انسى بدرجة حرارة ترقيد اللبن من خمسة او من اربعة اللي كام لاتنين وعشرين او من خمسة لخمسة وعشرين يبقى انا اوفر درجة الحرارة بحط اللبن داخل التلاجة وهوكلك قشطة في ايام الايه في ايام الصيف طب درجة الحرارة في الشتاء المسموح المدة الترقيد في الشتاء المسموح بيها من اتنين الى اربع ايام لو مدة الترقيد زادت او قلت عن المدة المسموح بيها يؤدي الى انخفاض نسبة الضهنة في القشطة النتيجة من عملية الترقيد يبقى احنا خدنا درجة الحرارة خدنا مدة الترقيد من واحد لاتنين يوم صيفا من اتنين الى اربع ايه شتاء طب شوف الخطة اللي بعدها كده ولاحظ اركز معي وبص على الشاشة خلي بالك رقم ثلاث شكل آنية الترقيد الاناء اللي انت بتعمل فيه عملية ايه ترقيد فيه اناء مناسب للبن الجاموسي واخر مناسب للبن البقري المسموح بيه للبن الجاموسي خلي بالك يفضل اناء عميق لترقيد اللبن البقري ومسطح للبن الجاموسي علل لو قلتلك علل ايه السبب عميق للبن البقري ومسطح للبن الجاموسي ايش معنى حبيبة الده اكبر بالنسبة للبن الجاموسي ولا اللبن البقري صح كلامك مزبوط بالنسبة للبن الجاموسي نسبة الدهن اعلى وحبيبة الدهن اكبر لكن اللبن البقري نسبة الضهن أقل تتراوح من 3-6% وحجم حبيبة الضهن أقل من اللبن الجاموسي طالما حجم حبيبة الضهن صغير المادة اللاسقة الموجودة حوالين حبيبة الضهن هتقل ولا تزيد؟ لا ده هتقل يبقى عشان خاطر اللبن الجاموسي دهنه عالي ولزكته أعلى والمادة اللاسقة اسمها مادة اللاجلوتونين الموجودة حوالين حبيبات الضهن أعلى بالتالي أنا عايز إناء مسطح عشان ما ياخدش وقت لكن اللبن البقري حبيبات الضهن بتاعت الصغيرة خلي بالك والمادة اللازجة أقل يبقى لو تحط في إناء عميق هاخد كل الدهن اللي موجود لأن أنا لديت مثال الحالة اللي فاتت قلت لك إن حبيبة الضهن كنا بنشبهها بكرة بلاستيك لو أنا قطستها في المية هي كرة بلاستيك وقتصها في المية لما نروح الماسية في كده ولا حاية وتبدأ تقتصها في المية وتسيبها تجزع في وش المية تب لقوا أنا نفقت الكرة بلاستيك دي أكبر حجم أكبر الحجم زاد أيوة زاد لكن الطاقة يواها ايه زادت التك عليها في المية واسيبها ترتفع أعلى والأقل أعلى زي عندنا بالزبط حبيبات الضهن كل ما تجمعت مع بعضها بتزيد سرعتها في السعود الأعلى وتكون طبقة القشطة وده اسمه ميكانيكية صعود حبيبات الده أو بشيغة تانية كيفية تكون طبقة القشطة وده ذكرته في الليه في الحلقة السابقة قلت لك طبقا لقانون ستوكس تزداد سرعة حبيبات الده بزيادة درجة تجمعها حيث أنها تصطدم ببعضها فتلتصق فتزداد السرعة وتكون طبقة القشطة نرجع للعوامل مرة تانية بأول العامل عندي من العوامل التي تؤثر النسبة الدهن في القشطة الناتجة من الترقيد قلت عبارة عن ايه تاني كما مرة درجة حارة الترقيد رقم اتنين مدة الترقيد رقم ثلاثة عمق إناء الترقيد رقم أربعة رج اللبن أثناء الترقيد يطرى لو حدث رجل اللبن أثناء عملية الترقيد بالتالي حتتفكك المجموعات الدهنية ويرجع حبيبة الده تغتص مرة تانية داخل اللبن وبالتالي تقل نسبة الدهن في القشطة النتجة من عملية الترقيد رقم خمسة إضافة مواد لاسقة أو مواد رابطة أحيانا في ناس بتضيف مواد لاسقة اللي بتلزح حبيبة الدونة بعضها اللي هي عبارة عن بديل للا جلوتونين اللي هي المادة لاسقة زي ايه مادة لاسقة اللي هي بتلزح حبيبة الدونة بعضها مثل الجيلاتين بنسبة كام؟ خلي بالك النسبة المسموح بها لو زادت عن اتنين من مية في المية يعني ضفت مادة لاسقة على اللبن وانت بترقه عشان تاخد كل حبيبة الدونة زادت عن اتنين من مية في المية تؤدي إلى انخفاض نسبة الدهن في القشطة النتجة من الترقيد يبقى من ضمن العوامل أيضا التي تؤثر عن نسبة الدهن في القشطة النتجة من الترقيد كمية المواد اللاسقة اديني مثال المواد اللاسقة اللاجلاتين اللي تعتبر بديل لمادة اللاجلوتونين المحيطة بحبيبة الده لو المادة دي زادت عن 2 من 100% خلي بالك ايه اللي يحصل هترفع على زوجته اللي بعد وبالتالي صعوبة في صعود حبيبات الده وبالتالي طول مدة الترقيد وبالتالي اكسب القشرة الطعم المر وانخفاض نسبة الضه داخل القشرة اللي ايه النتية طيب نشوف كده مع بعض ايه العامل اللي باقي عندي تاني غير اللي احنا اخدناها ليه ضرية الحرارة مدة الترقيد عمخ ناية الترقيد ادفة المواد اللاسقة المعاملة الحرارية للبن قبل ترقيده يا ترى تفضل معاملة حرارية للبن البقري ولا اللبن الجموسي وليه واللبن البقري لو لا يفضل له اه اجراء معاملة حرارية ليه طب لو انت سخنت اللبن قبل اجراء عملية الترقيد تفضل المعاملة الحرية مع مين مع اللبن الجموسي علل ليه لزيادة المادة اللاسقة الموجودة حوالين حبيبة الدهر عايز اقفها شوية اقوم ارفع درجة الحرارة تقوم نعمل انسهار انسهار بسيط لكن اللبن البقري لا يفضل اجراء المعاملة الحرارية طب نشوف اللي مكتوب ده كده ايه ايه اللي احنا كانت بينه عندي هنا المعاملة حرارية اللبن قبل ترقيده تزيد نسبة الدهر عند ترقيد اللبن الجموسي ولا تفضل مع اللبن البقري يبا المعاملة الحرارية بتزود نسبة الدهن في حالة ايه ترقيد اللبن الجموسي ولكن لا تفضل مع استخدام اللبن البقري تخفيف اللبن بالماء يا طرأ انا لو خففت اللبن بالمية هتزود الدهن في القشطة النتيجة من الترقيد ولا لا تزيد نسبة الدهر شيء طبيعي لا تزيد نسبة الدهر بل هتعمل عملية تخفيد يبا احنا اتكلمنا عن اول طريقة لمن طرق الحصول على القشطة وهي عبارة عن طريقة الترقيد للجاذبية الارضية ذكرنا قبل كده ميكانيكية صعود حبابات الدهر ذكرنا قبل كده ما يراع عند ترقيد اللبن داخل الشوالي ذكرنا في الاخر خلص حالا هوات العوامل التي تؤثر على نسبة الدهن في القشطة النتيجة من عملية الترقيد الطريقة التانية للحصول على القشطة هي القوة الطاردة المركزية باستخدام جهاز مهم جدا وهو عبارة عن جهاز الفراري 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 هو عبارة عن ايه؟ جهاز يعمل بقوة الطرد المركزي ليه؟ لفصل الدهر عن باقي مكونات اللبن حيث ان مجموع الدهر يساوي قشطة ومجموع باقي مكونات اللبن يساوي لبن فرز اذا الفراز جهاز مهم جدا لاجراء عملية الفرز او لاستخلاص القشطة من اللبن او لاستخلاص الدهن من اللبن عند استخدام الفراز لازم قبل ما استخدمه خلي بالك لازم اعرفه هو جهاز يعمل بقوة الطرد المركزي لفصل الدهر عن باقي مكونات اللبن حيث ان الدهن خلي بالك خفيف جدا اثناء عملية الدوران بيبدأ يودي اللبن الفرز بعيد ويخلي الدهن قريب من الحامل قريب خلي بالك من محور الدوران يبقى ينزل الدهن الوحده ويسمى قشطة وينزل اللبن الفرز من ميزاب اللبن الفرز خلي بالك وده يتم صناعته جيبنا ايه؟ قريش طب نشوف كده احنا كاتبين التعريف كده على ايه؟ على شاشة ايه؟ التعريف بتاع الفراز وركز فيه احنا بنذكر التعريف اولا بعد كده نقره لكم من على ايه؟ من على الشاشة نشوف هو جهاز يعمل بقوة الطرد الايه؟ المركزي لفصل الدهر عن باقي مكونات اللبن مجموعة الدهن يساوي قشطة وباقي المكونات يسمى لبن فرز خلي بالك ومنه انواع كهربائي ويدوي فيه فراز كهربائي وفيه فراز ايه؟ يدوي خلي بالك بس حاليا دولة اصبحت كل الفرازات وموجودة عند حضرتكم في المدارس وكل المدارس الحمد لله بفضل الله يعني مشبعة بجميع الاجهزة اللازمة لتصنيع جميع المنتجات اللبنية عندنا الكيمويات موجودة عندنا جميع الاجهزة والادوات موجودة لاجراء جميع الاختبارات عندنا الفراز عندنا الخضاد عندنا حضان زبادي جميع اقسام الالبان على مستوى الجمهورية كلها تحتوي على مجموعة معدات واجهزة بتلزمنا في التدريب والعمل والتصنيع داخل المعامل طيب نرجع للفراز بتاعنا احنا عرفناه ايه الاجزاء الرئيسية للفراز اول جزء وهو عبارة عن الهيكل ويتكون من القعدة الحامل جسم الفراز اول جزء من اجزاء الفراز وهو عبارة عن الهيكل ويتكون من القعدة والحامل وجسم الفراز رقم اتنين الاجزاء المحركة والمكبرة للسرعة وهي عبارة عن اربعة روس اللي بتنقل ايه الحركة من الترسي الاولاني للترسي التاني من التاني للتالت من التالت للرابع والرابع مسبت فيه الحامل والحامل شايل فوق منه او فوق دماغه المخروط والمخروط ده هو الاساس في فصل الدهن عن باقي المكونات او فصل القشطة عن باقي المكونات يبقى تاني جزء في اجزاء الفراز الاجزاء المحركة والمكبرة للسرعة رقم ثلاثة في اجزاء الفراز المخروط وتوابعه المخروط ايه وتوابعه وهنتكلم عن المخروط وتوابعه برضو هنتكلم فيه على اجزائها كلها وإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان نعمل فيديو عملي بياني فعلا بالأجزاء أبدأ أوريك إليه الجزء ونقوله اسمه وهو باستخدم في إيه إن شاء الله سيكون على الحلقة القادمة بإذن الله طب نكمل ما هي الشروط طب نشوف كده المكتوب الأول عليه قبل أن ننتقل إليه الجزء الثاني نشوف كده الأجزاء المكتوبة أو الكلمات المكتوبة عندنا ومعروضة في الباوربوينت ويتركب الفراز من الأجزاء الأتيئة هيكل ويتكون من القعدة والحامل وجسم الفراز الأجزاء المحركة والمكبر السرعة وهي أربعة روس المخروط وتوابعه نكمل مع بعض الشروط الواجب المرعطة عند شراء الفراز أول شرط عندي خلي بالك أن يكون من النوع المعروف قبل أن أبدأ أشتري الجهاز اللي هيكون عندي سواء كان فراز أو بتجهاز أو أي جهاز عندي هيكون موجود داخل معمل الألبان ببدأ أعمل مفضلة ما بين الألواع الموجودة داخل السوق لا بأشوف الأرخص بأشوف إلا هي تماشى معايا في عملية التصنيع طب نشوف يا ترى إيه الشروط اللي أنا مقيد بيها أو ملتزم بيها أثناء شراء الفراز رقم واحد أن يكون من النوع المعروف يعني مشهور مع شهود له بالكفاءة خلي بالك رقم اتنين أن يكون سهل الفك والتركيب قدر أن أشغله أفكه أركبه رقم ثلاثة في الشروط الواج مراعتها عند شراء الفراز خلي بالك الأجزاء الملامسة للبن غير قابلة للصدق ودي هترجعنا للجزئية بتاعت أول وحدة خالص في الألبان ليه كتعبار عن إيه؟ كنا بناخد في إنشاء معامل الألبان اللي استالس لو من ضمن المعادن المستخدمة داخل معامل الألبان استخداماتك ايه؟ عمل أطباق مخروط الفراز والجدار الداخلي لأحواد التجبن اللي هي الأجزاء الملامسة مباشرة للبن لازم تكون من ايه؟ من معدن خلي بالك أو من الاستالس الغير قابل للصدق عشان ما يأثرش على المنتج بتاعك يبقى الشروط بنكرر مرة تانية أن يكون من النوع المعروف سهل الفك والتركيب الأجزاء الملامسة للبن غير قابلة للصدق رقم أربعة متوفر في قطع الغيار مش هروح أشتري جهاز صعب جدا أن ألاقي له قطع غيار لازم يكون قطع الغيار بتاعتمالها متوفرة آخر شرط ويعتبر في وجهة نظري أهم الشروط الخاصة بالفراز لأن انت هتحتاجه أو هتحتاج الرقم اللي أنا هذكره حالا إن شاء الله هتحتاجه في حسابات القشطة وحساب تصاف القشطة يجب عند اختارك الفراز أن لا تزيد نسبة الفاقد من الدهن داخل اللبن الفرز عن واحد من عشرة في المية طب بسيغة تانية مش لما بنحط اللبن داخل الفراز بتنزل القشطة الوحدة واللبن الفرز الوحدة تمام اللبن الفرز لما يجي قدر فيه نسبة الضهر المفروض ما تزيدش نسبة الضهر عن واحد من عشرة في المية طب لو زادت عن واحد من عشرة في المية استنى طول بالا اذا يا فراز انت كفاءتك منخفضة فيه عيب في عيب اكيد في التركيب يا طريق ممكن يكون في الفراز ممكن يكون انا مسخنتش اللبن قبل اجراء عملتي لالفرز بخلي بالك يعني دا يسمى خطأ مسموح به لمين للفراز اخطأ مسموح بها يعني نسبة الضهر خلي بالك لا تزيد اللي هو الدهن الفاقد داخل اللبن الفرز عن واحد من عشرة في المية ما هي هتزيد عن واحد من عشرة يبقى انخفضت في مين في القشطة وانا اصلا شغال على منتجات ايه دهنية اساس الشغل بتاعي على مين على المنتجات الدهنية يبقى خامس شرط في الشروط الواجب مرعطة عند الشراء الفراز ان لا تزيد نسبة الفاقد عن كام واحد من عشرة في المية داخل اللبن الفرد طب نبص مع بعض كده ونشوف الجزية اللي بعديها العوامل التي تؤثر على نسبة الضه في القشطة الناتجة من الفراز ركز في العوامل دي كويس جدا ما هي لو الدهن عالي في اللبن اللي انت هتفرزه بالتالي نسبة الدهن في القشطة هتكون ايه عالية يبقى رقم واحد نسبة الدهن في اللبن المطلوبة ايه فرزه زادت في اللبن بالتالي هزيت في القشطة طب نمص معي كده تاني رقم اتنين في العوامل التي تؤثر على نسبة الدهن في القشطة الناتجة من الفراز درجة حرارة اللبن عند فرزه هي درجة الحرارة مطلوبة ايه طبعا مطلوبة لازم اعمل تدفئة للبن بارفع درجة الحرارة من 37 الى 40 درجة مئوي علل ايه سبب عند فرز اللبن ترفع درجة حرارته من 37 الى 40 درجة مئوي لتسهيل فصل الدهن لان درجة الحرارة 37 الى 40 انسب درجة لانسهار الدهن معنى انسهار الدهن يعني حبيبات الدهن متماسكة مع بعضها اثناء عملية ايه الموضوع داخل الاواني قبل اجراء عملية الفرز المادة الجيلاتينية اللازجة حولون حبيبات الدهن كتيرة خالص عايز اخفها شوية او ارفع درجة الحرارة ارفع درجة الحرارة اه طب درجة الحرارة هتعمل ايه هتسهل علي عملية الفرز طب درجة الحرارة دي هتعمل ايه هي انسب انسب شكل او انسب درجة حرارة 37 الى 40 لانسهار الدهن الدهن هينصهر عند تلك الدرجة يبا كده انا اضمن ان يتم الحصول على جميع الدهن الموجود داخل اللبن اذا لو انا وفرت حرارة من 37 الى 40 نسبة الدهن هتزيد في القشطة ولا هتقل لا هتزيد ليه لان انا موفر درجة الحرارة القياسية طب نبص كده مع بعض ونشوف الشرط اللي بعديه خلي بالك الرواسب الموجودة باللبن المطلوب فارزه او بصيغة تانية الشوائب لو الشوائب داخل اللبن زادت خلي بالك حيقلل من نسبة الدهن ده ياخد القشطة طب الشوائب دي بنسموها ايه ركز معايا في التعريف اللي جيدة جدا اسمه وحل الفراز كمان مرة وحل الفراز تعريف وحل الفراز هو عبارة عن ايه هنتكلم عنه براحة خالص مجموعة الشوائب والاتربة والخلايا الطلائية التي تتجمع على الغطاء الخارجي للمخروط من الداخل كمان مرة وحل الفراز عبارة عن ايه حضرات مجموعة الشوائب والاتربة والخلايا الطلائية التي تتجمع على الغطاء الخارجي للمخروط من الداخل طب وحل الفراز لو زاد حيسد السقب او الفتحة بتاعت نزول القشطة بالتالي الدول مش هلاقي مكان ينزل منه يقول بنازل مع مين؟ مع اللبن الفرز يبقى انا كده اصبحت فاقد للدهن فقدت انا كده الدهن او عملت عملية انخفاض لنسبة الدهن في القشطة النتيجة من الفراز يبقى عندي تاني العوامل التي تؤثر على نسبة الدهن في القشطة النتيجة من الفراز درجة الحرارة او درجة حرارة اللبن عند فرزه عندي اه جودة اللبن او نزفته او كمية الشاب الموجودة جواه عندي نوع اللبن المستخدم خلي بالك في تاني عندي ايه؟ صامولة القشطة صامولة القشطة صامولة القشطة احنا متعودين وعارفين ومتأكدين منها وشافينها تدخل صامولة القشطة الجوة تاخد قشطة ايه؟ سميكة تطلعها لبرة تاخد قشطة خفيفة طب لو انا عملت عملية اخراج لصمونة القشطة الخارج بالتالي بتزيد كمية اللبن الفرز اللي هينزل مع مين مع القشطة طب لو رجعتها الوراء هقل الكمية اللبن الفرز اللي هينزل مع مين مع القشطة وبالتالي ارفع نسبة الايه الدهنة طب الشرط اللي بعديه نكمله كده من عليه من على الشاشة ونشوف هل بقى لك سرعة تدفق اللبن من صنبور او من وعاء الفراز الى المخروط هل بقى لك لو فيه تدفق للبن بسرعة شديدة على المخروط شي طبيعي هتقل نسبة الدهنة ولا هتزيد نسبة الدهنة داخل القشطة هتقل نسبة الدهنة داخل القشطة لذلك في خطوات الفرز يا حضراتكونا بنقول ايه ايه دار الفراز حتى سمع سباة صوته يفتح الصنبور نصف فتحة عند بداية الفرز ثم فتحة كاملة عند بداية نزول اللبن الفرز من ميزاب اللبن الفرز اول اللبن الفرز ما يبدأ ينزل من الميزاب المخصص ليه خلي بقى لك افتح الصنبور فتحة ايه كاملة ما هو كده يبقى الفراز وصل لسرعته اللي هي كام صح اربعة تلاف وتمنمية لفة في الدقيقة سرعة الفراز كاملة اربعة تلاف وتمنمية لفة في الدقيقة خلاص افتح بقى فتحة كاملة يبدأ ينزل اللبن الفرز من ميزاب المخصص ليه وبتنزل القشطة من ميزاب مخصص لها بس بتكون طبعا كمية القشطة اقل من كمية اللبن اللي هي الفرز اذا لابد ان يكون التدفق ايه ببطء في البداية حتى وصول الفراز الى صرعته المطلوبة وهي اربعة تلاف وتمنمية لفة في الدقيقة اذا تدفق اللبن من العوامل التي تؤثر على نسبة الضهر في القشطة النتيجة من مين من الفراز طيب غير كده كمان في عوامل تاني اه في عامل تاني رقم 6 كمية اللبن الفرز المستخدم في غسيل الفراز بعد ما تخلص فرزي خالص باستخدام الفراز هات لبن فرزي تاني وعيد جزء من اللبن الفرز وعيد فرزه مرة تانية ما هو الغرض من اعادة فرز جزء من اللبن الفرز لطرد القشطة الملتسقة باجزاء الفراز الداخلية عشان ابدأ اطلد القشطة الملتسقة عندي باجزاء ريه الداخلية المين للفراز عشان ما يباش عندي اي فاق ادخال طب نفترض بقى انا جيت فرز نص اللبن الفرز شيء طبيعي حينزل اللبن الفرز على القشطة هيخفض ولا يعالي نسبة الضهر هيعمل عملية تخفيض لنسبة الضهر داخل القشطة اذا دي كانت مجموعة العوامل التي تؤثر على نسبة الضهر في القشطة الناتجة من الفراز يبقى اخدنا عوامل تؤثر على نسبة الضهر في قشطة الترقيد اخدنا عوامل تؤثر على نسبة الضهر في القشطة الناتجة من مين من الفراز طب لما اعمل عملية الفرز نشوف كده ايه اللي مكتوب عندنا ثاني هل بالك أنواع القشطة حضراتكم اللي هتقولها لي إيه الأنواع؟ النوع الأول قشطة إيه؟ فلاحي اللي هي ناتية من ترقيد اللبن باستخدام الجاذبية الأرضية النوع الثاني قشدة الفراز ركز معايا الفرق بين القشطة الفلاحي وقشدة الفراز عبارة عن إيه؟ هنا قشدة المتارد أو الشوالي اللي هي الفلاحي وهي التي نحصل عليها بترقيد اللبن سواء الجاموسي أو البقري وتتروح ناتية بتدهن فلاحي من خمسين لكياب لستين في المية وتتميز بلزوجتها العالية لجهة لازجة تجيلة وحمودتها الواضحة يبقى ما يميز القشطة الفلاحي دهنها من كم لكياب من خمسين لستين في المية ما يميزها أيضا ارتفاع نسبة الحمودة ما يميزها أيضا ارتفاع نسبة اللزوجة أو درجة اللزوجة حمودة عالية؟ لزوجة عالية؟ خلي بالك دهن من خمسين لكياب لستين في المية النوع الثاني من أنواع القشطة اللي هو بيتوقف على طريقة الحصول عليه قشدة الفراز وتقسم إلى سلاسة أنواع قشدة خفيفة ومتوسطة وسميكة كمان مرة تانية كده أخلي بالك قشدة الفراز تقسم إلى قشدة خفيفة ومتوسطة وسميكة القشدة الخفيفة دهنها كام 15% والمتوسطة 25% والسميكة أو الثقيلة 35% كمان مرة تانية أنواع القشدة كمنوع اتنين قشدة فلاحي نسبة الدهن بها اللي هي نتيجة من عمد الترقيل 50% لستين في المية وتتميز بلزوجاتها العالية وحموداتها العالية خلي بالك ده هنا من 50% لستين مأخوذة بطرقة الترقيل قشدة الفراز خلي بالك مأخوذة من فرز اللبن الجموسي أو البقري خلي بالك وتقسم إلى قشدة خفيفة متوسطة سميكة الخفيفة 15% المتوسطة 25% السميكة 35% ده طيب نبصي كده على الشاشة ونشوف زي ما احنا كتبينه اللي قسمت إلى سلاسة اقسام خفيفة لا تقل نسبة الدهن بها عن 15% قشدة متوسطة لا تقل نسبة الدهن عن 25% قشدة سقيلة لا تقل نسبة الدهن بها عن 35% خلي بالك أن أنت ممكن تاخد قشدة الفراز وتبدأ تصنع منها مجموعة من أنواع القشدة رقم واحد قشدة الماء ده اللي يهمني في تصنيف قشدة الفراز أو أنا هصنع من قشدة الفراز ايه؟ أنواع القشدة ونسبة الدهن عندي وليكن قشدة الماء ده نشوف دهناها كاب؟ نركز مع بعض وخلي بالك من الأرقام كويس نسبة الدهن في قشدة الفراز 20% إلى 25% دهن رقم اتنين القشدة المخفوقة بها 35% إلى 40% دهن القشدة المصمتة أو الملفوفة بها 55% دهن القشدة المتخمرة وكلمة المتخمرة يعني حمودتها عالية بها 18% إلى 20% دهن وحمودتها أربعة من عشرة لستة من عشرة القشدة البلاستيكية بها 60% إلى 80% دهن أما المعقمة تحتوي على 23% دهن دايماً وقتنا بيخلط مع حضرتكم بسرعة إحنا كده هناك إن شاء الله لحد المواصفات القياسية للقشدة على وعد بلقاء آخر إن شاء الله كان معكم مهندس ناشة الجصاص موجه مادة الألبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة